موسيقى رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الافريقي يصل العاصمة الليبية طرابلوس في مهمة للجنة الاتحاد الافريقي رفعت المستوى بشأن عملية السلام والمصالحة في ليبيا رئيس الجمهورية يؤكد خلال مشاركته في أعمال القمة الاقتصادية لفريقيا ضرورتها وقوف شركاء إفريقيا لتحقيق التنمية المستدمة لصالح بلدان القرى موسيقى جمعية الوطنية تأقد جلسة علنية للاستماع إلى ردود وزيري تجهيز والنقل والبيئة والتنمية المستدمة موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدنا أهلا بكم إلى تفاصيل نشرة الرابعة من قناة الموريتانية أحضر فخامة رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الافريقي سيد محمد الشيخ الأزواني مساء أمس اجتماع عشاء وعمل قامه على شرفه في العاصمة الليبية طرابلس فخامة رئيس المجلس الرئاسي الليبي سيد محمد المنفى وقد شهد حفل العشاء ترحيبا حارا بفخامة رئيس الجمهورية من طرف فخامة رئيس المجلس الرئاسي الليبي وقد تبادل الحديث عن العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين سبل تعسيزها وتطويرها وكذلك عن القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة ما يتعلق بمتابعة جهود لجنة الاتحاد الافريقي رفعة المستوى بشأن ليبيا من أجل تسريع عملية السلام والمصالحة في هذا البلد الشقيق وقد حضر هذا العشاء الوزير المكلف بدوان رئيس الجمهوري الناني والاشروقة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم المرزوب ووزير الاقتصادي والمالي السيد أحمد ولبوه السافير بلادنا المعتمد في طرابلس محمد والبابانا والمندوبة الدائمة لبلادنا لدى الاتحاد الافريقي خديش جنبارك فال وكان فخمة رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الافريقي سيد محمد الشيخ العزواني قد وصل مساء أمس إلى العاصمة الليبية طرابلس في زيارة عمل يترأس خلالها مهمة تقوم بها لجنة الاتحاد الافريقي رفعة المستوى بشأن ليبيا في إطار نداء برازافيل من أجل تسريع عملية السلام والمصالحة الليبية واستقبل فخمة رئيس الجمهورية لدى وصوله مطار طرابلس الدولي من طرف المكلف بتسير شعون ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية السيدة طاهر الباعور وسافير بلادنا في طرابلس محمد والبابانا وطاقم البعثة الدبلوماسية في ليبيا وقد أدت فرقة عسكرية لصاحب الفخامة حية الشرف فور وصوله مطار طرابلس الدولي قادما من بيتجان وقد عزف النشيد الوطني احتفاءا بمقدمه ويرافق فخمة رئيس الجمهورية في هذه الزيارة وفد يضم الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهور يناني والاشروقة ووزير شعون الخارجية والتعاون الافريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم المرزوب ووزير الاقتصاد والمالية سيدة أحمد لبوه وسافيرة بلادنا في أديسة بابا خديشة باركفال والمدير العام لتشريفات الدولة الحسن والأحمد شارك فخمة رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الافريقي سيد محمد الشيء الأزواني صباح أمس في افتتاح أعمال القمة الاقتصادية الافريقية الفين واربعة وعشرين وبهذه المناسبة ألقى رئيس الجمهورية كلمة نكد فيها ضرورة وقوف الشركاء افريقيا من نشل التنمية مع القارة لتعبئة الموارد المالية للمؤسسة الدولية للتنمية لتحقيق التنمية المستدامة لصالح البلدان الافريقية صاحب الفخامة السيد الحسن وطرا رئيس جمهورية كوت ديفوار أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات صاحب السعادة أجاي بنغا رئيس مجموعة البنك الدولي أصحاب المعالي الوزراء السادة الصفراء السيدات والسادة ممثل المانحين والشركاء في الوكالة الدولية للتنمية أود بداية أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى أخي وصديقي فخامة السيد الحسن وطرا رئيس جمهورية كوت ديفوار ومن خلاله إلى الحكومة والشعب الافواريين الشقيقين على الاستقبال الحار وكرم الضيافة كما أتوجه بالتهاني الخالصة على حسن تنظيم هذه القمة ذات المستوى العالي التي نظمت في أبيجان والتي تشكل لحظة هامة في العملية الواحدة والعشرين لإعادة بناء موارد الدولة كما أود أن أعرب عن صادق تشكراتي للسيد أجاي بنغا رئيس مجموعة البنك الدولي وأحيي قيادته والتزامه من خلال دعمه لإفريقيا أصحاب السعادة والمعالي سيداتي سادتي لمواجهة الحاجيات الحيوية وانطلاق اقتصادياتنا بعد تفشي كوفيد-19 هنا في أبيجان وفي عام 2021 قمنا بالدعوة من أجل أن تعيد المجموعة الدولية بناء تاريخيا للوكالة الدولية للتنمية رغم تعدد تحديات والموارد التي يتعين تعبئتها بصفة استعجالية وبفضل إعادة البناء هذه قدمت الوكالة الدولية للتنمية الدعم لأربعة وسبعين بلدا عبر العالم وكذا ما يقارب ثلاثين بلدا في القارة الإفريقية وقد منحت نسبة سبعين بالمئة من هذه الأموال لإفريقيا من خلال تمويلات على شكل تنازلات وتحويلات وبالنسبة للموارد المعبئة من خلال الوكالة الدولية للتنمية فإنها تمثل والحالة هذه أكثر من خمسين بالمئة من التمويل الخارجي وقد خصصت هذه الموارد للخدمات الاجتماعية القاعدية والصمود في وجه التغيرات المناخية وخاصة في البنى التحتية ومن هذا المنطلق أود أن أحيي إنشاء شباك للفرص الدولية والإقليمية لتمويل البنى التحتية والتفاعل الإقليمي ومنحه دعمنا الكامل وبفضل إعادة البناء هذه قدمت الوكالة الدولية للتنمية الدعم لأربعة وسبعين بلدا عبر العالم وكذا ما يقارب ثلاثين بلدا في القارة الإفريقية وقد منحت نسبة سبعين بالمئة من هذه الأموال لإفريقيا من خلال تمويلات على شكل تنازلات وتحويلات وبالنسبة للموارد المعبأة من خلال الوكالة الدولية للتنمية فإنها تمثل أكثر من خمسين بالمئة من التمويل الخارجي وقد خصصت هذه الموارد للخدمات الاجتماعية القاعدية والصمود في وجه التغيرات المناخية وخاصة في البنى التحتية ومن هذا المنطلق أود أن أحيي إنشاء شباك للفرص الدولية والإقليمية لتمويل البنى التحتية والتفاعل الإقليمي ومنحه دعمنا الكامل وبفضل الوكالة الدولية للتنمية استفاد أكثر من 14 مليون شخص من النفاذ إلى الماء الشروب في الفترة ما بين 2017 و2022 كما تم تكوين 16 مليون شاب في مجال الشغل هذه إذن إنجازات ملموسة ذات أثر مباشر على التنمية الشاملة والحد من تأثيرات الفقر وللأسف ما زالت هناك أزمات متعددة الأشكال اقتصادية وصحية وأمنية ومناخية يعيشها عالمنا اليوم والتي ما زالت كذلك تؤثر على هشاشة اقتصادنا وتقف حجر عفرة أمام بلوغنا التنمية المستدامة وتهدد عدة عقود من التقدم وللاقتناع بهذه الوضعية يجب النظر في الزيادة المقلقة المتمثلة في 30% من السكان الذين يعيشون في الفقر المتقع بإفريقيا وكذلك تقديرات التي تعلن عنها مؤسسات البنك الدولي فيما يخص تأثيرات المناخ التي قد تسبب في نزوح 80 مليون شخص في إفريقيا مما يستدعي ضرورة تعبئة موارد مالية لوضع سياسات فعالة ملائمة لمكافحة التغيرات المناخية وينضاف إلى ذلك الصعوبات المرتبطة بتشغيل الشباب والتي ما فتأت تتعمق مشكلة تحديا حقيقيا لبلداننا خاصة أن ما يزيد على مليوني شخص يتقدمون لسوق العمل لقد بات من المستعجل والحالة هذه دعم الحل الذي تقترح الوكالة الدولية للتنمية التي تظل الدعامة الأساسية لمساندة الجهود الاقتصادية الرامية إلى مؤامة النظام الصحي والتعليمي مع التغيرات المناخية في القارة إن بلدانا للإفريقية كانت قد دعت في أبريل الماضي في نيروبي وبالإجماع من أجل إعادة بناء طموح وعادل 120 مليار من الدولارات من طرف الوكالة الدولية للتنمية وتعتمد مناصرتنا في هذا السياق على جسامة التحديات التي نواجهها وسعة الجهود الضرورية لمواكبة التقدم وفعلا فإن تمويلات الوكالة الدولية للتنمية ستمكننا من اسئناف مسيرتنا نحو الأهداف التي اتفقنا عليها وكذا الأجندة 2030-2063 وتطوير البنى التحتية الداعمة للنمو والرأس المال البشري وكذلك وضع السياسات الملائمة للتغيرات المناخية دون أن يعرقل ذلك جهودنا في مكافحة الفقر وعدم المساواة إن إعادة بناء الوكالة الدولية للتنمية يجب أن لا تكون عملية تمويل فحسب بل عملية تضامن ومسؤولية من أجل صيانة عالم مهدد بالعديد من المخاطر وحيث يواجه كذلك مخاطر عدم الاستقرار الواقعي في عدد من البلدان أصحاب المعالي والسعادة إننا نطالب بقوة من أجل إعادة بناء الوكالة الدولية للتنمية 21 وفق حاجياتنا وانتظارات سكاننا ونلتزم في ذات الوقت بمضاعفة الجهود من أجل دعم الموارد الذاتية عبر القيام بإصلاحات ضريبية وعقلنة مواردنا الطبيعية والمكافحة بشكل فعال ضد الرشوة كما نلتزم أيضا بمشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية من خلال عدة أمور من بينها إقامة برامج شراكة عمومية خاصة في إطار بناء وتسيير البنى التحتية لدعم النمو نحن في إفريقيا مستعدون لتحمل كل مسؤوليتنا كما أننا بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تضامن شركائنا في المجموعة الدولية بغية مواجهة التحديات المتعددة التي يتعين علينا رفعها وأود هنا وباسم الاتحاد الإفريقي أن أؤكد على التزامنا من خلال العمل يدا بيد مع الوكالة الدولية للتنمية ومع كافة الأطراف المعنية من أجل تأمين إنجاح الوكالة الدولية للتنمية 21 في ضمان دعمنا الذي يناهز 120 مليارا من الدولارات إننا ونحن نعتمد في هذا السياق على التزام وتضامن وسخاء المانحين فإنني أتمنى لكم كامل النجاح والتوفيق لقمتنا وأشكركم وكان فخامة رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي سيد محمد الشيخ العزواني قد التقى مساء أمس بمقر قامته في أبيتجان بممثلين عن مكاتب الجالية الموريتانية في كوتيفار وأشكر فخامة رئيس الجمهورية في بداية اللقاء ممثل مكاتب الجالية على المكانة المتميزة التي تحتلها الجالية الموريتانية بين جميع الجاليات المقيمة في هذا البلد وما يطبع أفرادها من أخلاق وقيم رفيعة وأززت روابط الأخوة والصداقة الوثيقة بين الشعبين الشقيقين وأبر ممثل مكاتب الجالية الموريتانية في أبيتجان عن تذمينهم لهذا اللقاء وما يحمله من دلالاته وما يجسده من عناية بالمغتربين الموريتانيين حضر اللقاء الوزير المكلف بدوان رئيس الجمهورية ناني والاشروق وسفير بلادنا في كوتيفار محمد رضالله خطرة عقدت الجمعية الوطنية صباح أمس جلستين علنيتين برئاسة النائبة الثاني لرئيس الجمعية خصصات للإستماع إلى ردود وزيرية تجهيز والنقل والبيئة والتنمية المستدامة خصصة الجمعية الوطنية جلستها العلانية الأولى التي عقدتها برئاسة أحمد محمد مبال النائب الثاني لرئيس الجمعية للاستماع إلى ردود وزير التجهيز والنقل علي الفيرك على سؤال شفهي موجه له من طرف النائب أحمد حمادي حول وضعية مقاطع طريق الأمل التي يجري تنفيذها النائب بعد تبيانه أهمية طريق الأمل الذي يربط ثمان ولايات بالعاصمة ومن خلاله ترتبط موريتانيا بدول إفريقيا تساءل عن أسباب تأخر عمليات الترميم التي تخضع لها ستة محاور منه وفي سياق رده على السؤال بيّن الوزير أنه في إطار عصرنة الطرق الوطنية تم وضع حجر الأساس لسبعة محاور طرقية ستة منها على طريق الأمل والآخر على طريق آلاق بوغي كي هيدي ويبلغ طول كل محور من هذه المحاور مئة كيلو متر وأشار إلى أنه يعد أكبر مشروع طرقي تم وضع حجره الأساس في البلد إذ يبلغ غلافه المالي ثلاثة واربعين مليار أوقية على حساب ميزانية الدولة وقال إن تنفيذ هذه المحاور تم إطاعه لأربع شركات وطنية وإثنان لشركات صينية مضيفا أن القطاع عمل على تذليل كافة الصعاب والعقبات التي حالت دون سير المشاريع بالوتيرة المرجوة وأبرز الوزير أن عدد هذه المشاريع وتنوعها هو ما أدى إلى تأخر اكتمالها في الآجال المحددة الجمعية الوطنية خصصت جلستها العلنية الثانية التي أعقدتها برئاسة أحمد محمد مبالة النائب الثاني لرئيس الجمعية للاستماع إلى ردود وزيرة البيئة والتنمية المستديمة مسعود بحام على سؤال شفهي موجه لها من طرف النائب أحمد جد زين الإمام حول التدابير العملية التي يتم اتخاذها لمواجهة التلوث الهوائي الذي تسببه المصانع في العديد من مناطق البلاد وذلك لإنقاذ أرواح الناس وعدم تهجير السكان المتواجدين بالقرب من هذه المنشآت خاصة في نواذيب وزويرات ومقاطعتي توجنين ودار النعيم في نواكشوت الوزيرة في سياق ردها على أسئلة النائب بيّنت أن هناك إشكالية بين تطور الاقتصاد في البلد والمحافظة على البيئة مبرزة أن خلق توازن بين الاثنين دائما ما يكون صعبا موضحة أن الإشكاليات المطروحة حاليا تم وضعها ضمن السياسات الجديدة للدولة حيث تم أخذها بعين الاقتبار وإلزام جميع الشركات والمؤسسات التي تقوم بعمل صناعي بوضع دراسة بيئية استباقية قبل حصولها على الترخيص وذلك بهدف حماية البيئة المحلية ومعرفة مدى تأثير عملها على النظام البيئي وقالت الوزيرة إن الحكومة تعمل على تحقيق بيئة خضراء من خلال المحافظة على النباتات وتحريم الصيد والقنص البري إلى غير ذلك مذكرة بمختلف البرامج ومشاريع القوانين والنصوص المطبقة لها والتي تدخل في إطار برنامج رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني المتعلق بالبيئة والتنمية المستديمة انطلقت صباح أمس بمباني المعهد العلي للدراسات والبحث الإسلامية مسابقة دخول السنة الأولى من المعهد العلي وبهذه المناسبة أدى وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصل زيارة تفقد أو زيارة تفقد خلالها سير المسابقة بمشاركة 900 متسابق تنطلق مسابقة دخول السنة الأولى من المعهد العلي للدراسات والبحث الإسلامية للعام الدراسي 2024-2025 وللوقوف ميدانيا على ظروف سير إجراء هذه المسابقة أدى وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي سيد يحيو الشيخ نور المرابط زيارة لبعض الوصول وطلع على سير إجراء المسابقة وحاور المتسابقين حول المواضيع المقدمة وبمكتب المدير العام تابع الوزير رفقة الأمين العام للوزارة وبعض المرافقين أرضا حول مهام هذه المؤسسة التي أنشيت سنة 79 وعهد إليها بمهام استقبال وتكوين الأطر في مجال الدراسات والبحث الإسلامية واللغة العربية والعلوم المستبطة بهما وقدم مديرها العام أحمد الباه شروحا حول الوضعية الراهنة لهذه المؤسسة ورفع مطالب الإدارة الهادف للتحسين من أدائها التعليمي كما تعرف هذا المعهد معهد عريق وعنده تاريخ حافل نقول أنه هو عميد مؤسسة تعليم العالي في موريتاني حيث هو أعرقه وأقدمه والهدف من هذه الزيارة هو أولين يعطى ذلك التعليمات التي يكلمنا صاحب البخامة لمسؤولي القطاع صفة عامة والتي هي أساسا الارتزام بأوقات الدوام الحفاظ على المصادر البشرية والابتعاد عن تبدير المال العام وثانيا نطلع المسؤولين على هذا المعهد على الخطة العمل التي يرسمناها القطاع التي يسميناها أولوياتي في قطاع الشؤون الإسلامية ذلك اللي منها يتعلق بالمسؤولات تعليم العالي اللي يهدف إلى احترام القرار التاريخي للسيادة الوطنية على التعليم العالي بما يتعلق بالسرك الأول والتكوين وكذلك الرفع من مستوى المناهج والرفع من مستوى التعليم صفة عامة اللي نصل إلى تكوين جودة عالية أشرف وزير الصيد والبنية التحتية البحرية والمينائية على إطلاق عملية باع سماك الكربين في نواكشوط عبر النقاط التي حددت لهذا الغرض وتهدف العملية إلى توفير السماك للمواطنين في جميع المقاطعات بأسعار مناسبة من سوق بلدية تيارة بعين الطلح اطلق وزير الصيد والبنية التحتية البحرية الميناء يفضيل والسدات بحضور سلطات الإدارية والأمنية والمنتخبين المحليين بنواكشوط الشمالية عملية بيع أسماك الكربين بمدينة نواكشوط في كل مقاطعة منها نقطة بيع تسهيلاً للعملية ومن أجل توفير هذه المادة بأسعار مخفضة يستفيد منها الجميع هذه المكونة ستستفيد منها جميع مقاطعات نواكشوط بمعدل نقطتين على مستوى كل مقاطعة على سبيل المثال هذه النقطة التي انطلقت في المقاطعة تيارة تستفيد من 200 كيلوغرام يومياً طيلتها أربعة أيام في الأسبوع بمعنى على أنها تستفيد من 800 كيلوغرام أسبوعياً هذه 800 تستفيد منها 400 أسرة في الأسبوع على مستوى المقاطعة علماً على أن هذا بالموازات كذلك مع استمرار عملية توزيع حوتي الشعب العادي اللي تجبر منه مقاطعة تيارة تونه 160 يومياً كان التوزيع على مستوى نواكشوط وعلى مستوى قعموري تاني كامل بالنسبة للحوتي الشعب أثل التأيام في الأسبوع تعليمات من معاة الوزير على أن نزيدوا كذلك لأيام التوزيع ونفس الشيء كذلك على مستوى كوربين توزع أربعة أيام تسعيرتها معروفة 1500 من التوقية قديمة باسم رابطة عمد بلديات نواكشوط ضمن عمدة بلديات تيارت هذا الجهد المتمثل في بيع الأسماك بأسعار رمزية معروفة على أن السمك من أهم الأشياء اللي يحتاجهم المواطن وذاللي يطرى منه اليوم حقيقة أنه عرفوا تسعيرت وكانت في السوق الطبيعي العادي العاد ما فهم تخفيض ما يزيد على خمسين في المئة قطعاً بعد يزيد على حدود خمسين في المئة يزيد على ثلاث تلاف دائماً وعلى أحقى أربعة تلاف وإذا هو لا ينذار تحتصار في المواطن بدأ السعر لفخمسمية ونقطتين مملي تم اختيارهم واحدة في شمال المقاطعة واحدة في جنوب المقاطعة بالإضافة لأنه ثمن الأيام زادوا المواطنون بدورهما شادوا بهذه العملية التي توفر لهم الأسماك بأسعار في المتناول الحوت كان بخمس تلاف كيلو بربعة تلاف خمسمية واليوم عاد رأي ينبيع المواطن برفو خمسمية هذا بعد قال عمل ما كيفوش المواطن مريد تاني مساكين لهش كان بربعة تلاف وانا هاي من نفس نقصر بحر نشري به التلاف خلص علي القراءة طولة في المخزن الخاص بالشركة الوطنية للأسماك يتم تخزين الأسماك في ظروف ملائمة قبل توزيعها على نقاط البيع المحددة أشرفت وصيرة العمل الاجتماعي وطفولة والأسرة الصباح أمسي بنواكشوط على افتتاح دورة تكوينية لتعزيز قدرات حوالي مائة وخمسين من الطواقم التربوية تتضمن هذه الدورة لقاءات تحسيسية لبعض أمهات الأطفال ومرافقهم وسائق الحافلات المدرسية ما يناهز مائة وخمسين من الطواقم التربوية للتعليم المتخصص مكونين ومعلمين وأساتذة ومربيات ومساعدينهم يستفيدون من دورة تكوينية ينظمها مركز التكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة بالتعاون مع المدرسة الوطنية للعمل الاجتماعي وذلك من أجل تعزيز قدرات الطواقم التربوية استعدادا للعام الدراسي الجديد ينفرد قطاع العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة بتوفيره لصالح أكثر من 1200 طفل من ذوي الإعاقة بخلال جهود مركز التكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة بمجالي التعليم والتكوين وجهود المدرسة الوطنية للعمل الاجتماعي لتكوين المكوينين والمربيات والسهر على تحسين خبراتهم في هذا المجال يجدر التذكير بأن قطاعنا كما يوفر التعليم المتخصص في مجالات التوحد والإعاقة الذهنية ومتلازمة دون بضلا عن تعليم الأطفال المكفوين والصم كما يوفر تكوينا مهنية متخصصا لهذه الفئة من أطفالنا وهنا أنوه بجهود الطاقم التربوي التي أفضت لتميز الأطفال الصم والمكفوين بالمسابقات الوطنية خلال السنة الماضية أعمال الدورة التكوينية التي تدوم ثلاثة أيام تشمل خمسة ورشات لمكوين التوحد والإعاقات الذهنية ولغات الإشارة ومتخصص كتابة برايل ومربيات حدائق الأطفال بدأت أمسي في نواكشوت أشغال ورشة وطنية حول عرض وإذراء الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي والمنصادقة عليها تدفو الورشة المنظمة من طرف وزارة البيئة والتنمية المستدامة إلى تحسين حكامة التنوع البيولوجي ودمجها في السياسات القطاعية تحليل القضايا القطاعية والأهداف المتعلقة بالإستراتيجية الوطنية الجديدة للتنوع البيولوجي 2022-2030 قبل المصادقة عليها واستعراض التحديات التي تواجه تنفيذها تمشياً مع تنفيذ إطار موريال العالمي للتنوع البيولوجي مواضيع يتناولها هذا اللقاء المنظم من طرف وزارة البيئة والتنمية المستدامة الخاص بالمصادقة على الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتنوع البيولوجي هذه الاستراتيجية التي نصادق عليها اليوم تعكز الالتزام الراصخ لدى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ القزواني بحماية واستعادة المنظومة البيئية مع متابعة مسارها في التنمية المستدامة وهي تندرج في إطار تعهداته الدولية ولا سيامة في خلال الاتفاقية التنوع البيولوجي والإطار العالمي للتنوع البيولوجي ولا شك أن الأهداف التي حددناها بحلول سنة 2030 طموحة لكنها قابلة للتحقيق فهي تستهدف تحسن حكامة التنوع البيولوجي ودمجها في سياستنا القطاعية وتعزيز حماية منظومتنا البيئية وتوعية المواطنين بالأهمية الحيوية التي يكتسيها الحفاظ على البيئة يجب أن لا نقلل من شأن التحديات التي تنتظرنا إن فقدان التنوع البيولوجي والضغط المتزايد على مواردنا الطبيعية وأثار التغير المناخي تشكل تهديدا حقيقيا لتنميتنا غير أن التنفيذ الصارم لهذه الاستراتيجية مشفوعا بتعزيز التنسيق بين الفاعلين العموميين والخصوصيين والمجتمع المدني يمكن أن يقلب الاتجاهات الحالية وسيعتمد نجاحنا في على قدرتنا في العمل معا وتعبئة الموارد اللازمة مع نشاط ذؤوه من أجل حماية رأس مالنا الطبيعي الممثل المقيم لبرنامج الأموم المتحدة للتنمية بيّن من جانبه أن عملية تطوير الاستراتيجية تأتي في وقت مناسب وذلك قبل انعقاد مؤتمر الأطراف السادس عشر بكولومبيا الذي يعد أول مؤتمر للأطراف يتم تنظيم منذ الاتفاقية التاريخية الموقعة عام 2022 حول الإطار العالمي لحماية التنمية البيروجي وبالتالي فإن هذه الاستراتيجية تتناسب تماما مع مظهور تقييم التقدم المحرز فيما يتعلق بأهداف الإطار لعام 2022 ممثل الركالة الألمانية للتعاون التقني جيغو أمادو أشهد من جانبه بمستوى التنسيق بين قطاع البيئة والتنمية المستدامة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والتعاون الألماني مضيفا أن الاستراتيجية الوطنية للتعاون البيولوجي تمكن موريتانيا من التشاوب مع الالتزامات الدولية التي تم تحديدها لأفق 2022-2030 إلى هنا نأتي مشاهدين على ختام نشرة الرابعة التي قدمناها لكم القناة الموريتانية تذكير بالعنوين رئيس الجمهورية ورئيس الاتحاد الإفريقي يصل العاصمة الليبية طرابلس في مهمة للجنة الاتحاد الإفريقي رفعة للمستوى لشان عملية السلام والمصالحة في ليبيا رئيس الجمهورية يؤكد خلال مشاركته في أعمال القمة الاقتصادية لإفريقيا ضرورة وقوف شركاء إفريقيا لتحقيق تنمية المستدلة لصالح بلدان القرى جمعية الوطنية تأقد جلسة أعلنية للاستماع إلى ردود وزيرية الجهز والنقل والبيئة والتنمية المستدلة شكراً لكم على حسين صغير والمتابعة في أمان الله موسيقى 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 اشتركوا في القناة